اشتركوا في القناة الاول اختار الافعال التي تدخل ضمن التهيئة الاقليمية تعبيد الطرق الحفاظ على البيئة حملات التشجير تنظيم البناء ومكافحة البناء الفوضوي تنظيم المرور فرض الضرائب على التجار حماية مناطق الرعي والمحميات المشاريع السكنية ترميم الاثار العمرانية حملات التلقيح انمر للحل طيب التي تعتبر ضمن التهيئة الاقليمية هي تعبيد الطرقات حماية المناطق الرعي والمحميات الحفاظ على البيئة ترميم الاثار العمرانية المشاريع السكنية تنظيم البناء ومكافحة البناء الفوضوي هذه كلها تندرج ضمن التهيئة الاقليمية ثمانين الثاني اختر من بين الصور الآتية الصور التي تدل على التهيئة الاقليمية ورأي الصور التي تدل على التهيئة الاقليمية طيب الصور التي تدل على التهيئة الاقليمية هذه تعبيد الطرق التشجير وغرس الأشجار الصورة الثالثة الصورة الثالثة لا تظهر جلية ربما الحفاظ الحفاظ على المناطق البيئية طيب الثالث أكمل الفقرة الآتية حول الموارد الطبيعية الموارد الطبيعية هي المواد التي الله في الطبيعة ولم فيها الإنسان وتوجد على هيئة وهي مواد سطحية موجودة فوق الأرض حيوانية وتوجد أخرى موجودة في باطن الأرض فمنها المعدنية مثل الغاز والنفط طيب نمر للحل ملء الفراغ فقط تمانين هذا يملأ التلميذ الفراغ فقط طيب الموارد الطبيعية هي المواد التي أوجدها الله في الطبيعة ولم يتدخل فيها الإنسان وتوجد على هيئة خامة أو خامة وهي مواد سطحية موجودة فوق سطح الأرض حيوانية ونباتية ومعدنية وتوجد أخرى باطنية موجودة في باطن الأرض فمنها المعدنية مثل الحديد والذهب وطاقوية مثل الغاز والنفط النفط طيب التمانين اللي بعده اللي هو التمانين الرابع أختار فقط ما أكون به تعريفا صحيحا للتهيئة الإقليمية إعداد المظاهر الجغرافية والبشرية والاقتصادية تصب اهتمامها على الحيوانات طيب تأخذ بعين الاعتبار الظروف الطبيعية عملية رياضية عملية تنظمية تسير وفق الظروف الطبيعية ماي العبارة تساعد على تكوين تعريف صحيح للتهيئة الإقليمية طيب العبارة التي تدل على تساعد على تكوين تعريف للتهيئة الإقليمية هي عملية تنظيمية تسير وفق الظروف الطبيعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الطبيعية إعداد المظاهر الجغرافية والبشرية والاقتصادية طيب نمر للثمانين الخامس الثمانين الخامس املأ الجدول بالتصرفات المهددة لهذه الموارد الماء، ثروات الحيوانية، ثروات النباتية، الغابات الموارد المعدنية، الموارد الطاقوية والأراضي الفياحية ما هي الأخطار والأشياء التي تهدد هذه الموارد في الجدول؟ أنمروا للحل مباشرة التمرين رقم خمسة طيب بالنسبة للماء الأشياء التي تهدده هو التبذير ثروة الحيوانية، الأوبئة، الأمراض والإنقراض ثروة النباتية، الجفاف، التصحر والحرائق الموارد المعدنية تهددها الاستهلاك والتصدير المفرد استهلاك المفرد والتصدير المفرد الغابات تهددها القطع الجائر للأشجار كذلك الحرائق الموارد الطاقوية تهددها الاعتماد الكل في التصدير عليها الأراضي الفلاحية يهددها الإسمنت غزو الإسمنت والرعي الغير المنظم طيب، التمرين السادس التمرين السادس تعتبر الأراضي الفلاحية والغابات مورداً هاماً للدولة لكن الإنسان بتصرفاته الخاطئة يشكل تهديداً عليها أكتب في فقرة الأخطار التي تسبب فيها الإنسان لهذه الموارد ما هي الأخطار التي تسبب فيها الإنسان لهذه الموارد الفلاحية والغابات؟ طيب، الفقرة هي تتعرض الأراضي الفلاحية والغابات لأخطار النتيجة التصرفات يقوم بها الإنسان أهمها البناء عليها وإقامة المشاريع الصناعية بالإضافة إلى الرعي غير المنظم والمفرط أما الغابات فتتعرض للقطع العشوائي أما الحرائق الناتجة عن البقايا المشتعلة أو إهمال إطفاء نار التخيم التخيم طيب، تتعرض الغابات والأراضي الفلاحية إلى أخطار طبيعية بالرغم من وعي الإنسان وحفاظه عليها ويعد التصحر والجفاف أهم هذه الأخطار بالإضافة إلى السيول التي تسببها الفيضانات والتي تؤدي إلى إنجراف التربة وفقدها للخصوب طيب، التمرين اللي بعد هو التمرين السابع إملأ الجدول بذكر الحلول المناسبة اختر حلا واحدا فقط لهذه الموارد الطبيعية عدنا الغطاء النباتي، الموارد المعدنية، الثروة الحيوانية والماء نوع هذا الثروة والحل المقترح للحفاظ عليها طيب، بالنسبة للغطاء النباتي، نوعه الأشجار الحل التشجير والسقي ومحاربة القطع العشوائي للأشجار موارد المعدنية، النفط، تعويضه بالطاقة البديلة المتجددة الثروة الحيوانية مثل الغانم، تشجيع المربين واعتماد التكنولوجيا وحماية اعتماد التكنولوجيا في تربية الأغنى الماء، تكرير المياه وترشيد الاستهلاك وبناء السدود طيب، التمرين الثامن سألك أخوك عن هذه المصطلحات الجغرافية أجب باختصار وبوضوح ما معنى تكرير المياه؟ ما معنى الموارد المتجددة؟ ما معنى غزو الإسمنت؟ ما معنى الموارد الغير المتجددة؟ التمرين شباب هذا طيب، الحل التمرين الثامن هذا طيب، تكرير المياه تكرير المياه هي إعادة تصفية مياه الصرف الصحي بحيث تصبح صالحة للاستعمال ما معنى غزو الإسمنت؟ هو انتشار البناء في المناطق الخصبة الصالحة للزراعة ما معنى الموارد المتجددة؟ هي الموارد التي تمدنا بها الطبيعة باستمرار كالثروة النباتية والحيوانية ما معنى الموارد غير المتجددة؟ الموارد التي تنفذ من الطبيعة ولا تقبل التجدد كالماء والنفط طيب، التمرين التاسع ابحث عن مجموعة من الحلول التي تحمل أراضي الفلاحية من كل الأخطار المهددة لها ابحث عن مجموعة من الحلول التي تحمل غابات من كل الأخطار المهددة لها معنى حلول للأراضي الفلاحية وحلول للغابات طيب، الحلول التي تحمل أراضي الفلاحية من كل الأخطار المهددة لها أولا استصلاحها مكافحة التصحر السقي بطرق الحديثة محاربة البناء عليها وحراستها من تفريغ النفايات الخطيرة فيها الحلول التي تحمي الغابات حمايتها من الحرائق ومكافحتها بطرق حديثة عملية تشجير تنظيم التخييم وتنظيف الغابات من البقايا المشتعلة حماية الغابات من القطع الأشجار من القطع الأشوائي التمارين العاشر وهو التمارين الآخر إن حماية الغابات والأراضي الفلاحية مهمة الفرد والدولة اكتب التصرفات التي تساهم في حماية الغابات والأراضي الفلاحية والتي تكون من مسؤولية الفرد ومن مسؤولية الدولة للحفاظ على الغابات والأراضي الفلاحية طيب من مسؤولية الفرد من مسؤولية الفرد للحفاظ على الغابات والأراضي الفلاحية عدم ترك البقايا المشتعلة في الغابات عدم رمي النفايات فيها الاستمرار في عملية التشجير بينما مسؤولية الدولة تجاه الأراضي الفلاحية والغابات البناء العمودي والتقليل من إعطاء رخص البناء حماية الغابات وإخماد الحرائق بطرق متقدمة حماية الرعي الرعي العشوائي وتنظيمه بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة